اشتركوا في القناة بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسعادة الفريق الركن اذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط ورافق جلالة الملك المفدى خلال الزيارة سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى واتات هذه الزيارة الكريمة للقيادة العامة بمناسبة ختام احتفالات قوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس قوة الدفاع مشيداً ايده الله بالانجازات والمشاريع العديدة والمهمة التي تم افتتاحها بهذه المناسبة ومقدراً ايده الله الجهود التي قامت بها قوة الدفاع للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المجيدة كما اثنى جلالة هيده الله على الجهود التي تبدلها قوة الدفاع للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 ضمن الحملة الوطنية لمكافحة هذا الوباء العالمي وعلى المساهمات النبيلة وجاهزية الخدمات الطبية بتوفير المنشآت المجهزة بأحدث المستلزمات الصحية العلاجية والتدابير الوقائية من خلال كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة وخلال الزيارة سمع جلالة هيده الله لا إجاز حول الخطط المستقبلية لتطوير جميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين معرباً عن اعتزازه بمنتسب قوة الدفاع وتأهيئتهم وتأهبهم الدام معكداً لهم موضع التقدير الكبير وفخر البحرين وأهلها متمني أن جلالة الملك المفدى القائد الأعلى لجميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل دوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البحرين وخارجها ولوطنين العزيز السمرار الرقي والتقدم والازدهار